أكد مصدر خاص داخل النادي الأهلي لرؤية أن ما تردد بشأن وجود عرض رسميا قدم للنجم الأردني يزن النعيمات غير دقيق على الإطلاق وأوضح المصدر أن اللاعب قد عرض على الأهل المصري لكن النادي لم يتحرك رسميا للتفعوض معه حتى الآن رغم انتهاء تعاقده مع ناديه الحالي العربي القطري كما شدد المصدر على أن راتب اللاعب السنوي قد يكون عائقا أمام إتمام المفاوضات وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تترقب القرار النهائي من المدرب مارسيل كولر وذلك لحسم إمكانية التعاقد مع نعيمات بشكل نهائي أعلن نادي الشمال القطري رحيل محترفه الأردني علي علوان عن الفريق وذلك بعدما لعب في صفوفه لمدة موسم ونصف الموسم قادما من نادي الجزيرة الأردني وأتمنى النادي القطري عبر حسابه في منصة إكس التوفيق لللاعب علي علوان في المرحلة المقبلة من مسيرته الرياضية وتمكن علي من المساهمة في صعود نادي الشمال إلى الدرجة الأولى من دور النجوم تنطلق الليلة منافسات كأس أمم أوروبا عندما يضرب المنتخب الألماني المستضيف موعداً مع منتخب سكوتلندا وذلك في أولى مواجهات المجموعة الأولى من بطولة اليورو المزيد من التفاصيل في التقرير التالي تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس أمم أوروبا بالحماس والشغف الكبيرين حيث تجمع نجوم المنتخبات الكبرى في ألمانيا لتقديم جرعة كروية صيفية مميزة للجماهير الطواقة لاستعادة ذكريات نسخة عام 2006 في كأس العالم والتي أقيمت على أرض المانشفت منتخبات عديدة مرشحة لللقب بداية من المنتخب الألماني المستضيف مروراً بحاملة اللقب إيطاليا ووصيفة كأس العالم فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرتغال وبلجيكا وحتى وصيفة كأس العالم 2018 كرواتيا وهولندا مما يعد بتنافسية عالية في الوقت ذاته فإن المنتخبات الصعيدة مثل سربيا والدنمارك قد تصنع المفاجأة خصوصاً وأن هذه البطولة كثيراً ما تحمل الأسماء غير المتوقعة إلى أماكن بعيدة وهو ما حصل مع اليونان عام 2004 والدنمارك في مطلع التسعينات من القرن الماضي وفي قراءة المجموعات قد تكون المجموعة الثانية مجموعة الموت كونها تضم منتخبات إيطاليا وإسبانيا وكرواتيا بالإضافة لألبانيا كما أن المجموعة الرابعة صعبة للغاية إذ تضم منتخبات فرنسا وهولندا والنمسا وبولندا غاب المهاجم الفرنسي كيليا نمبابي عن الفريق خلال حصة تدريبية مفتوحة في مقر منتخب الديوك في بطولة أمم أوروبا الخميس وذكرت صحيفة لكيب الرياضية الفرنسية اليومية النمبابي الذي تدرب بشكل طبيعيا يوم الأربعاء كان يقوم بتمارينة فردية في صالة الألعاب الرياضية الخميس وذلك بعد أن أبدى معاناة من الألام في الظهر بالإضافة لألام في الركبة بسبب ضربة تعرض لها خلال مباراة ودية أمام لوكسنبورغ قبل أيام ويذكر أن المباراة الأولى لفرنسا في البطولة ستكون أمام منتخب النمسا في المجموعة الرابعة يوم الاثنين المقبل سجل جايسون تاتم 31 نقطة ليقود فريق بوستن سلتكس الفوز على دالاس مافريكس بمائة وست نقاط مقابل تسع وتسعين نقطة في المباراة الثالثة ضمن سلسلة لقاءتهما بنهاي بطولة الدور الأمريكي للمحترفين لكرة السلة وأنهى براون المباراة مسجلا ثماني متابعات وثماني تمريرات حاسمة ليتقدم سلتكس بثلاث مباريات مقابلة لا شيء في مجموع المباريات وبإمكان سلتكس أن يحسم التتويج بلقب الدور للمرة الثامنة عشرة في تاريخه وذلك في حال فوزه بالمباراة الرابعة التي ستقام مساء الجمعة شكرا شكرا